سلام من أجل الازدهار هكذا تسمى ورشة البحرين الاقتصادية عندما أصبح الاسم يخالف معناه ويناقضه بوجهها الاقتصادي لصفقة القرن تحاول الإدارة الأمريكية فرضها في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا بالقضايا المتعلقة بالصراع العربي مع الكيان الصهيوني التقديرات الأمريكية تكثر من فرص نجاح ورشة البحرين متعللة بوجود مشاركة عربية فيها واعتمادها على الجانب المالي للترويج لأهداف سياسية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها عدة بلدان في المنطقة رغم هذا التفاؤل الأمريكي إلا أن واشنطن غيبت أساس القضية بتبنيها كل المفاهيم السابقة والتي تمت تجربتها ومنيت بالفشل وعلى رأسها الاعتقاد بأن المشكلة الأساسية هي تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين أينما كانوا والضرب بعرض الحائط بتضلعاتهم الوطنية والسياسية للحرية والعيش بكرامة في دولتهم المستقلة وعاصمة والقدس وعودة كل اللاجئين لذلك مهد لصفقة القرن بفرض أمر واقع على الفلسطينيين من خلال السيطرة الكاملة على القدس إلى حل الأنروى وإلغاء حق العودة تحت شعار إيجاد حل واقعي قابل للتنفيذ تقبل به الدول العربية التي ليس لها إلا أن تقبل أهم ما يطعن بورشة البحرين بأنها وبشكل واضح تغيب الحقوق والمصالح الفلسطينية بغض النظر عن الحضور وطبيعة المشاركين فضلا عن غياب الفلسطينيين أنفسهم وهم أصحاب القضية خطوة تهور نحو جر المنطقة لمزيد من التوتر بدون حساب للعواقب المترتبة عليها وانقياد أمريكي أعمى لمصالح الكيان الصهوني دون قراءة دقيقة ومتأنية لظروف الإقليمية وموازين القوى الشعبية في الأقل إنها ورشة ليست لتحسين حياة الفلسطينيين ومعيشاتهم أو حل مشاكلهم الاقتصادية بل هي خطة لتدمير مستقبلهم الوطني وقدرتهم على البقاء في وطنهم وهي تمس القضية الأولى للمسلمين جميعا وتسعى لكسر آخر سياج ظل مستعصيا على الراغبين بتدمير المنطقة ومحوي هويتها